بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رسالة تهنئة إلى معالي الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الصباح بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك أعرب فيها سموه عن أرقي التهاني وأجمل الأمنيات داعي لله أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليه وعلى شعبنا الوفي وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمزيد من الأمن والتقدم والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني وقد تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رسالة شكر جوابية من معالي الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الصباح بهذه المناسبة المباركة ضمنها بأسمى آيات التهاني وصادق الدعاء مقرونة بخالص مشاعر الود والوفاء لسموه متضرعا إلى الله تعالى أن يحيط سموه برعايته وأن يحفظه بعنايته وأن يتقبل من سموه صالح الأعمال والدعاء وأن يعيد هذه المناسبة الجليلة وأمثالها على سموه وهو ينعم بمفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الوطن العزيز وأبنائه الكرام بالتقدم والازدهار